اشتركوا في القناة شكل الحرف هو اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة التاق المفتوحة والتاق المربوطة وتعرفنا كذلك على صوت حرف التاق المفروض نراجع قبل ما ندخل حرف التاق نراجع سريعا سريعا كده على حركات الحروف تبقى الله بينا كده ونشوف مشاهدين الكرام كده وحبيب الحلوين المقاطعين كده يلا عشان مراجعة سريعة قبل ما ناخد حرف التاق يلا كده حبيبي كده يلا الف همزة فتحة الف همزة كسرة الف همزة ضمة بعدها مد بالالف بعدها مد باليا أوووot الأف الساكنة منفع أنطاقها لوحدها ما ينفعش أنطاقها لوحدها يلا كده لو با ده بالنسبة لحركات حرف الآلف عايزين حرف الباء يلا بينا كده باء فتحة باء كسرة بي ضمة الباء بعدها مد بالآلف باء بعدها مد بالياء بي بعدها مد بالواو الباء الساكنة نعرف نمطقل وحدها ما ينفعش نمطقل وحده يلا كده أب لو إي اب لو أو أوب يلا كده حركات حرف التاء سريعا كده يلا تاء فتحة تاء تاء كسرة تي تاء ضمة تو لو بعدها مد بالآلف تاء لو بعدها مد بالياء تي لو بعدها مد بالواو تو التاء الساكنة يا حبيبي يا حلون يا مقطقطين نعرف نمطقل وحدها ما ينفعش نمطقل وحدها يا أستاذ ما لنعمل إيه نحط قدامها حرف يلا كده أ أ ت تاب لو إيه ات لو ات كده حبيبي تعرفنا أو رجعنا سريعا على حركات حرف الألف وحرف الباء وحرف التاء تمام كده تابعوزين نمطى كده كلمة فيها حرف الألف والباء والتاء كده يلا حبيبي يا حلوين يلا ونستهجاها مع بعض السرعة كده نراجع على اللفات قبل ما ندخل على حرف الثاء نراجع على اللفات قبل ما ندخل على إيه على حرف الثاء يلا حبيبي يا حلوين كده نقول كلمة كده طبعا عشان ما ننساش دايما لابد نسطر الصبور ليه علشان نمشى على الحروف فيه حروف بتنزم مع السط وفيه حروف لا تعالوا بينا يلا كده لو عايزين مثلا ننطق الكلمة دي يلا حبيبي يا حلوين يلا كده واحدة أو واحد حيقول لي فأأسو لا غلط فاسو خطأ لابد ننطق واحدة وواحدة نستهجا الكلمة أقول فأ فتحة فأ ألف ساكنة ألف همزة سكون يبقى فأ فأ لابد ننطق الحرف الساكن مع اللي قدامه فأ سين ضمه سو يبقى كلها ربضاء حبيبي يا حلوين فأ سو فأ سو تمام كده بالنسبة للكلمة دي تبعوزون نشوف كلمة تانية كده يلا حبيبي يا حلوين كده حد ينطق لي دي كده يلا الكنترول معايا يلا حد ينطق لي كلمة دي واحد حيقول لي كده حفظها بالشكل كده واحد حفظها بالشكل كده حيقول لي حبوبه هقول له غلط لابد يتسهجاها واحدة واحدة ما تحفظهاش بالشكل أبدا تعال كده حق ضم حو بق ضم بو يبقى حو بو البق دي بعدها مد بالواو يبقى حبو بق ضم بو تنطق بالطريقة دي كده حبو بو طيب يلا كلمة أخيرة كده يلا يلا يا حبيبي يا حلوين حد ينطق لي دي كده عشان نراجع الكلمات بسرعة كده واحد برضو حفظها بالشكل الحلقة اللي فاتت بشكلها كده مترو أو للا ما ينفعش عشان لو جبت لك كلمة تانية مش هتعرف تنطقها تبقى أعملها ازاي يا أستاذ مين كسرة مين تأساكنة مت ما ينفعش أنطة التأساكنة الواحدة مت رأضم رو يبقى مت رو تمام كده يلا يا حبيبي يا حلوين عشان معلش عشان وقت الحصة وقت الحلقة علشان كمان شوية تبص اللي مخرجنا نطف وجاني ونطف الاستوديو تمام كده يا حبيبي يا حلوين هناخد النهاردة حرف هناخد النهاردة حرف إيه يا حبيبي يا حلوين حرف الثاء حرف إيه الثاء تعالوا نكتبه كده نتعرح الأول حاجة كده طلعونا كده كراسة شكل الحرف كراسة إيه شكل الحرف أهو كراسة شكل الحرف أهو آه دي كراسة شكل الحرف تمام كده تمام كده مظبوط كده هو شكل الحرف أهو على يمين هنكتب الحرف إيه؟ منفاردا على الشمال كده هم؟ نكتب شكل الحرف اللي أنا هقدلكو على الصبورة دلوقتي يلا حبيبي يا حلوين كده طلعوا كراسة الشكل كده يلا كراسة شكل الحرف يلا علشان ما نتأخرش ونبصت له وإيه؟ البرنامج اللي بعدنا جاي وقل لنا يلا عليمين كده يا حبيبي في الصفحة اللي عليمين كده نعمل إيه يا أستاذ نكتب حرف الث كده هم منفاردا كده وننزل بيها عشان نفس الكلام ده حناخده في الواجب آه دي حرف الث قالها واحد يقول ده حرف الث يا أستاذ شبه حرف الباء وحرف التاء وحرف الياء أقول له الله ينور عليك ده باء نقطة واحدة باء أهو ده تاء نقطة فوق ثاء تلت نقطة فوق الحرف دي ياء شوفوا حبيبي حلوين أدي الباء ودي التاء ودي الساء ودي الياء عشان ما فيش حد يطلق بط الباء شبه الثاء شبه التاء شبه الياء بس الثاء عليها نقطة فوق تمام كده عليها ثلاث نقط الثاء عليها ثلاث نقط ده يلا كده بقى نشوف شكل الحرف الثاء احنا كتبنا منفاردا كده على يمين يلا على الصفحة الشمال كده يلا حبيبي حلوين يم أطقطين يلا هذه حرف الثاء في أول الكلمة حرف الثاء في أول الكلمة بعمل كده هو دال كده وشرطة وحط ثلاث نقطة فوق تمام كده طب عايزين كلمة يا أستاذ كلمة كده أولها حرف الثاء يلا كده يا حبيبي يا حلوين هذه الثاء هي حد يقول معي يلا يلا حرف الثاء في أول الكلمة هو زي ايه مثلا ثاء بيتو هذه حرف الثاء بيمسك في الحرف اللي وراي حبيبي حرف الثاء مش من حروف الايه مش من حروف الرفاص اهو ماسك في اللي وراه على طول ماسك فين في اللي وراه على طول اهو هذه حرف الثاء في أول الكلمة اهو طب يا أستاذ عايزين حرف الثاء في وسط الكلمة اهو شرطة كده وذي سينا هي وثلاث مؤقت ده حرف الثق فين؟ في وسط الكلمة حرف الثق في وسط الكلمة فارد جناحته لاتنين ماسك في اللي قدامه واللي وراه تب يقول لنا كده يا أستاذ كلمة فيها حرف الثق في وسط الكلمة كده يلا يلا حد يقولي كده يلا يهو كيه شوف حرف الثق في وسط الكلمة ماسك في اللي وراه واللي قدامه أهو يا ولاد شوفوا حرف الثق في وسط الكلمة لو ما سبقهوش حرف رفاص ماسك في اللي قدامه واللي وراه أهو فارد جناحته لاتنين يا حبيبي يا حلوين ده حرف الثق أهو ماسك في اللي قدامه واللي وراه تب يأستاذ حرف الثق في آخر الكلمة عوز أن نتعرف على شكله أهو يا حبيبي ماسك في اللي قدامه ودي حرف الثاء كلمة زي حرف الثاء كده يلا كده حد يقول لنا كده حرف الثاء في آخر الكلمة يلا كده حبيبي يا حلوين يلا زي إيه حد يقول لي كده بحوث يا أستاذ أهو ده حرف الثاء في آخر الكلمة بس ما سبقهوش حرف رفاص دا سابق حرف رفاص أحاولنا حرف الثا كده يلا حثث آهو آدي حرف الثا أهو في وسط الكلمة آهو حرف الثا مسك في اللؤJan مسك في اللحاءهو يا ولاد ودي حرف الثا أهو دا في آخر الكلمة لو ما سبقهوش حرف رفاص طيب لو في آخر الكلمة وسابقهو حرف رفاص كده بتكذف منفردا كده حرف الثا فآخر الكلمة لو سبع حرف رفاص إيه الحروف الرفاص يا أستاذ؟ أنتوا حلا نسيتوها؟ الألف والدال والذال والراء والزاي والواو تمام كده؟ تاب نشوف كده يلا زي إيه كده حبيبي يا حلوين يلا بحوث يا أستاذ سبع حرف الواوة هو هذه حرف الثاء في آخر الكلمة لو سبع حرف من حروف الرفاص اللي هي الواو مثلا بحوث كده حبيبي يا حلوين اتعرفنا على شكل حرف الثاء منفردا حرف الثاء في أول الكلمة حرف الثاء في وسط الكلمة ولو حرف الثاء في آخر الكلمة ولو حرف الثاء في آخر الكلمة وسبع حرف من حروف الرفاص كده اتعرفنا على شكل حرف الثال يلا نكتب الكلام ده في كراسة شكل الحرف ونقفل الكراسة عشان نفس الموضوع واجد عشان هسألكوا عليه الحصة الجاية يلا يا حبيبي يا حلوين كده يلا اكتبوا وخلصوا يلا وبعد ما تخلصوا هتعملوا ايه يا أستاذ هنطلع كراسة صوت الحرف هنطلع كراسة ايه مستامع يلا هنطلع كراسة ايه صوت الحرف كراسة ايه صوت الحرف طاب يلا يا حبيبي يا حلوين يام أطأطين لابد برضو نسطر السبورة لابد من تسطر السبورة علشان يا ولاد في حروف بتنزل من على السطر وفي حروف ايه ما بتنزلش من على السطر فلابد ناخد بالنا من الموضوع ده كويس جدا طيب احنا نعمل دلوقتي حناخد حركات تمام حنتعرف على صوت حرف الثاء اول حاجة منعرفها لك ان حرف الثاء احنا تعرفنا في اول حلقة في اول حصة على الحروف وقلنا حرف الثاء من الحروف ايه حروف اللاثوية يا استاذ يعني لاثوية يا استاذ يعني بطلع الطرف الثاني وانا بانطأ الثاء ما ننفعش اقول ثاء لا 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 كده هتبقى زي السن تماما اسمها ثاء اسمها ايه؟ ثاء 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 بطلع الطرف الثاني وانا بانطأ الكلمة الثاء والذال والضاء تمام كده؟ طب ننطأها كده بقى بالحركات كده يلا بالفتح يلا ثاء فتحة يلا اقولوا معايا ثاء فتحة ثاء ثاء كسرة ثي ثاء ضم ثو ثاء فتحة ثاء ثاء كسرة ثي ثاء ضم ثو الفتحة تعودنا على الفتحة اللي احنا منفتح بقناه ونبتسم وحنا منقولها طبعا الثاء برضو من الحروف المراققة ثاء كسرة بكسر فكي شوية كده ثي والضم بضم بقى وانا بقول الحرف ثو ثاء فتحة ثاء ثاء كسرة ثي ثاء ضم ثو تبعوزين يا أستاذ كلمة فيها ثاء مفتوحة عليها فتحة زي يلا كده نشوف كده اهي ثامر يلا ادي الثاء اهي المفتوحة اهي ثاء ثامر اهي حرف الثاء مفتوحة زي ايه يا ولاد ثامر ثامر تب حرف الثاء المكسورة يا أستاذ نقول ايه طبعا برضو وهنا احنا بس نتعرف على حكل حرف الثاء برضو وهوة المفتوح ثاء نقول ثاء فتحة ثاء مين فتحة؟ ما رأضا ما رو ثاء ما رو تب حرف الثاء المكسورة يا أستاذ ثاء هم؟ ثي عايزين كلمة كده؟ يلا ايه مثلا؟ حد يقول لي تاب برضو عليكو آهي ثي حد يقول لي كده؟ هم؟ حد يقول لي تاني كلمة تانية نفس الكلمة ما فيش مشكلة يلا ثي ما رو ثي ما رو ثاء كسرة ثي ثاء كسرة ثي ما المين بعدها مات بالألف ما رأضا ما رو يبقى الثي ما رو ثي ما رو تمام كده؟ ثمرو ثمارو ثاء ضم ثو ثاء ضم ثو ثاء ضم ثو عايزين كلمة كده؟ أولها حرف الثاء عليه ضم حبيبي يا حلويني يلا كده؟ هم؟ حد يقول لي يلا ثعبان يلا كده؟ ثعبان هم؟ أدي الثاء أدي الثاء يا حبيبي مضمومة هي ثعبان ثعبان أدي الثاء عليها ضمة ثعبان ثاء ضمة ثو عيني ساكنة ثع الباء بعدها مات بالألف باء يبقى ثعباء ننضمة نو ثعباء نو أدي الثاء مفتوحة ثاء مكسورة الثاء مضمومة تمام كده؟ طيب دي اسمها عركات ايه يا أستاذ؟ اسمها حركات قصيرة اسمها ايه؟ حركات قصيرة يعني هو فيه حركات قصيرة وفيه حركات طويلة أيوة يا أستاذ فيه حركات قصيرة طويلة القصيرة اللي هي الفتحة والكسرة والضم ساسي ثو ساسي ثو ده إيه؟ حركات قصيرة ومالحركات الطويلة إيه حبيبي يا حلون يا مطاطين الحركة الطويلة هي المد حركة الطويلة هي إيه؟ المد مد بالألف ومد بالواو ومد بالياء تاتا 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 حروف المد تلاتة ألف واو ياء ألف واو ياء هذه حركة قصيرة سأ فتحة سأ سأ كسرة سي سأ ضم سو ده اسمها حركة إيه؟ قصيرة اسمها حركة إيه؟ قصيرة طيب يا أستاذ إحنا عايزينها نقوم بحركات طويلة يعني إيه حركة طويلة؟ يعني مد يعني إيه مد؟ يعني إحنا منطول سطنة في الحرف شوية بس في الحركة حركة فتحة يبقى منطولها شوية هي حركة قصيرة لا إحنا منخلها مد بالألف طيب نشوف كده سأ فتحة سأ فتحة سأ طيب عايزين نطولها يا أستاذ نول إيه يلا يلا قول سأ فتحة سأ سأ بعدها مد بالألف يلا هلا معايا سأ سأ فتحة سأ سأ بعدها مد بالألف سأ سأ كسرة في سأ كسرة في سأ ضم سو سأ بعدها مد بالألف سأ بعدها مد بالألف سأ بعدها مد بالألف سأ بعدها مد بالألف نقول إيه يا حبيب يا حلوين هم؟ نقول سو أنتم ملاحظين حاجة هنا أن الفتحة بعدها مد بالألف يعني إيه؟ يعني الفتحة بتحب مد بالألف ومد بالألف بيحب الفتحة ما ينفعش مد بالألف يجي الحرف اللي قدامه تحته كسرة ولا فوق ضمه ولا عليه سكون ما ينفعش لابد مد بالألف الحرف اللي قدامه أو اللي قبليه عليه فتحة يبقى اللي اتنين بيحبوا بعض الفتحة بتحب مد بالألف ومد بالألف بيحب الفتحة وحاجة تانية المد ما بيتشكلش ما ينفعش تحط عليه تشكيل المد بالألف ده ما ينفعش أنا حط عليه همزة ما ينفعش أنا حط عليه فتحة ولا كسرة ولا ضم ولا سكون هنا المد بالياء المد بالياء الحرف اللي قدامه إيه؟ تحته كسرة يبقى الكسرة بتحب بمد بلياء ومد بلياء بيحب الكسرة في ما ينفعش أبداً المد بلياء اللي حرفه اللي قدامه عليه سكون ما ينفعش أبداً الحرف اللي قدامه عليه فتحة ما ينفعش أبداً الحرف اللي قدامه عليه ضمة يبقى سابعة ده مد بالألف سابعة ده مد بلياء في هنا المد بلياء يا حبيب يا حلوين يا معطاطين لابد المد بلياء بيحب الضمة ما ينفعش أبداً نمد بالواو الحرف اللي قدامه تحته فتحة أو تحته كسرة أو سكون ثو ثق فتحة ثق ثق بعدها فتحة ثق ثق كسرة ثي ثق كسرة ثي بعدها مد بالياء ثي هنا ثق ضم ثو ثق ضم ثو بعدها مد بالواو ثو تمام كده كده ده الحركات الإيه الطويلة طب عاوزين أمثلة يا أستاذ على حركات الطويلة أنت هتعدها لنا كده لا يا أستاذ مش هعدها لك تعال نشوف كده لو مد بالآلف أو ثق فتحة ثق بعدها مد بالآلف طويلة هي ثق يلا بق كسرة بي ثق ضم ثو يبقى ثق بعدها مد بالآلف ثق بق كسرة بي ثق بي ثق ضم ثو ثا بي تو تمام كده ده معاوزين مثال على مد بالياء يا حبيب يا حلوين يلا كده حد يقول لي يلا كثير يا أستاذ مثلا انت تعال نشوفوها كده ك عشان نحطها بلون تاني عشان تبقى كويس أهي هذه تحتها كسرة وبعدها مد بالياء نطول شوية نزود صوتنا بالحرف بالحركة شوية كثير أهي هذه الثق كسرة بعدها مد بالياء كثير يلا كده يا حبيبي يا حلوين ثاو بلا يا حبيبي ثاو الواو عليها سكون ما ينفعش يبقى مش مد بالواو ده خلص نهاية هنقول إيه يا ثورو مثلا يا ثورو تبصوا حبيبي يا فتحة يا ثا ضم ثو الثا بعدها مد بالواو ثو يبقى يا ثو رو تمام كده أهو أدي المادة هون الماد ما بتشكلش ثوب الواو حطها لها سكون يبقى ما تبقاش مد بالواو تمام كده طيب سريعا سريعا كده عشان نشوف اللي فهم المادة كده هعمل له اختبار صغير كده قبل ما ننتقل للحاجة التانية يلا كده حبيبي نشوف كده يلا كده حبيبي يا حلوين هنعمل ايه اختبار بسيط هعمل ماشي كده يلا هم ادي الكلمة اكتبوا ورايا حبيبي حلوين هم الكلمة اهيه ادي الماد ادي الممدود الممدود يلا نكتب لك المثين ثلاثة كده يلا هنشوف بقى مين الشاطر الكويس اللي هيطلع الايه الماد شوف دي ماد بالايه حد ينطق لي كلمة دي كده يلا حد ينطقها لي مين حضرتك ماشي انطقها لي برافو عليك ثا بعدها ماد بالالف ثا بقى كسرة بي تا ضم ثا بي تو طب ماد بالايدي يا حبيبي ماد بالايه بالالف برافو عليك على طول نحط الالف اهو ماد بالالف اهو اهو ماد بالالف اه لا طب الالف مادة مين بقى مادة الباق لا الباق بعد الالف مش قابليه الحرف اللي قدامها ولا بد يكون عليه فتح يبقى مادة مين مادة الثا اهو الحبيبي يبقى الماد بالالف الالف مد مين؟ مد الحرف اللي قدامه اللي عليه فتحة اللي هو السا اهو طب يلا نكتب كلمة ثانية كده ونشوف حدي ثاني بقى غير ده يلا يلا حدي نطالي الأول كلمة دي كفتحة كسرة سي بعدها مد بالياء كثير رأضم رو كثير رو يلا حبيبي فيها مد بلي ايه مد بلي ايه بلياء برافو عليك يا حبيب والديك ايوة مد بلياء طيب الياء دي يا حبيبي مدت مين؟ مدت الرأ ولا مدت الثاء ولا مدت الكاف يا استاذ اللي قبل حرف المد بالياء على طول هي الثاء المكسورة يبقى مد الثاء برافو عليك ايوة كده ثاء مكسورة اهيه قبل المد بالياء طيب ناخد كلمة اخيرة كده عشان إيه؟ يبقى كده إيه؟ لمينا إيه الموضوع تعالوا نشوف كده كلمة هي يلا يأفتحة يأسأضمة ثو بعدها مادة بالواو ثو يأسورو ده بالكلمة دي حبايبها حلوين فيها مادة بالإيه مادة بالإيه؟ مادة بالرأ؟ ما فيش حاجة اسمها مادة بالرأ مادة باليأ؟ ما فيش حاجة اسمها مادة في أول الكلمة واليأ متشكلة هاي؟ ما ننفعش ثم المادة بالإيه؟ مادة بالواو برفو عليك وأي ما هو إيه؟ يأخبئ برفو عليك مادة الث لا طبعاً ده بعدها حرف الراء المفروض الحرف يكون قدامها وعليه ضمة اللي هو إيه الساء يا حبيبي أيوا كده برافو عليكم مادة الساء الحرف اللي قدامها على طول اللي قبلها على طول عليه ضمة يبقى يثور ومد بلياء برافو عليكم فيه ناس بتطلغبط فيه ناس بإيه بتطلغبط بوصل لهم وكذب لي مد بلياء هو فيه مد بتشكل فيه مد في أول الكلمة مفيش يبقى دي هنا مد بالو ومش بلياء طب ماشي نشوف كلمة تانية كده حبيبي فيه ناس بتطلغبط فيها وللأسف الشديد هم بوصل اللي هو إيه بقول لي فيها مد تعالوا نشوف كده يقول لي يا أستاذ ما هي فيها مد هي لا ما فياش مد خالص نهائي فيه ناس بتطلغبط مثلا أكتب له كلمة دهية أو أقول له فيها مد بالإيه بقول لي فيها مد بالآلف يا أستاذ وبصوا لأي كاتب لي الألف هنا أقول له غالط الألف دي عليها همزة وعليها سكون يبقى ما تنفعش دي ما تنفعش ما فهاش يا أستاذ مدود دي ما تنفعش خالص نهائي دي الألف اللي هنا عليها همزة وعليها سكون طالما عليها همزة خلاص خلصت مش مد وعليها سكون كمان على حركة السكون دا ثبات مش حركة عموما هي ظاهرة لغوية تمام وفي غير وغير وغير ومصلا مثلا زي كلمة ايه دلوقتي مثلا ثوبوا ثوبوا بصوا لأي واحد يكتبها لي على طول مد بالواو يا أستاذ أقول له غالط ما ينفعش مد بالواو ما فهاش مد دي خالص وما فهاش مدود طالما الواو اللي فيها عليها سكون يبقى ما تنفعش الواو ما بتشكلش يكون الحرف اللي قدامها كمان من مد بالواو الحرف اللي قدامها عليه ضمة دا عليه فتحة والحرف الواو ساكن خلاص يبقى ما نفعش مد عشان بس ناخد بالنا يا حبيب يا حلوين كده خلصنا سريعا أنا كنت سريعا معاكم بس انتوا ممكن الفيديوهات بعد كده على صفحتي وان شاء الله هنزلها يوتيوب تتفرجوا عليها أكتر من مرة وتسمعوها أكتر من مرة وتشاهدوها أكتر من مرة الكلام اللي احنا خدناه دلوقتي ده بحب أنا دايما بعمل في النهاية حاجة اسمها الشبكت الحرف ألم الحاجة اللي أنا خدتها النهاردة حرف الثاء لو عملنا عليه شبكة رمينا عليه الشبكة حيطلع لي سمك مش حيطلع لي سمك ما اللي حيطلع لي أي يا أستاذ حيطلع لي حركات حرف الثاء الحركات الطويلة والقصيرة وحيطلع لي السكون كمان تعالوا نشوف كده ثاء فتحة ثاء كسرة ثاء ضمة ده حركات قصيرة ثاء ثي ثو وحيجيب لي الحركات الطويلة كمان ثاء بعدها مد بالألف ثاء والثاء بعدها مد بالياء ثي والثاء بعدها مد بالواو ثو تمام كده وكمان هيديني كمان السكون اللي أنا هدهلكو دلوقت عشان احنا خدنا الحركات القصيرة والطويلة فقط تعالوا نشوف بقى كده آخر حاجة السكون يا ولاد تعالوا نشوف كده الحرف الساكن احنا انتفقنا الحرف الساكن حرف ضعيف الحرف الساكن حرف ايه حرف ضعيف يعني يا أستاذ حرف ضعيف يعني الحرف الساكن ماينفعش ننطق الوحدة سريعا سريعا عشان الوقت فضل عشر دقايق يلا كده ناخد السكون سريعا سريعا الحرف الساكن هذه الساكنه هذه الساكنه ساكنه ينفع انطأ الحرف الساكن لوحده لا يا أستاذ ماينفعش انطقه مالعملي إيه أحط حرفه قدامه علشان يحرك اس لابد أسمع صوت حرف الثاء وأنا واقف عليه أث ما ينفعش أقول آثاء ولا ثاء ما ينفعش أث إث أث يلا حس لوحي حس تب لوحه حس تبدينا كده مسائل يا أستاذ على حرف الساكن كده حبيب يا حلوين يلا كده يلا حنقول إيه حنقول إيه حد ينطالي كده أدي المسالة هو حد ينطالي في المدين ميم ضم مو ميم ضم مو ثاء ساكنة موس ميم كسرة مي يبقى موس مي رأضام رو موس مي رو موس ميرو لابد أن نطع الحرفين دول مع بعض حرف الساكن مع اللي قدامه على طول تب نشوف مثال تاني كده يا أستاذ عشان نعرف ننطع حرف الساك يلا كاث را تو مش كسرة مش الكسرة لا مش أضع الكسرة لا كاث را دول كتير يعني كاث را تو كاف فتحة كاف فتحة كاف ساكنة كاث را تو هذه الحرفين برضو تنطعوا مع بعض طب آخر حاجة آخر كلمة هي يلا يا فتحة يا ثاء ساكنة يث شوف نطقت الحرفين مع بعض يث را كسرة ري يبقى يث ري بو يث ري بو وبكده حبايبها حلوين خلصنا الحركات والصوتيات بتاعة حرف الساك كده نبنقول ساك فتحة ساك ساك كسرة سي ساك ضم ثو ساك بعدها مد بالألف ساك ساك بعدها مد بالياء سي ساك بعدها مد بالياء سو الساكنة ما منفعش انطعها لوحدها أبدا الساكنة ما منفعش انطعها لوحدها اس 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 حس 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 في نهاية الحلقة احنا اتفاقنا ان احنا هنعرض بعض النماذج المشرفة والنهاردة هنعرض نموذج مشرف ومشرق بعض من حبايبنا الحلوين براعم حضانة احباب الرحمن بقرية الراهب مركز شبين الكوم محافظة المنفية طبعا نموذج جميل جدا مشرف واستاذتنا الفاضلة اللي علمت الاطفال دول اطفال اربع سنين وحتشوفوا الجمال اللي فيهم دلوقتي مدرستنا الفاضلة المعلمة الفاضلة لأستاذة هند عبد الحيد نشوف الفيديو ونرجعلكم تاني اقرأ 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 ا كلمة اللي بعدها حط يدك عندها كده. ها. جميلة تقفولها كارمن الامر. سين. سين. النجمة هتختار مين? هتبطار حنين. انت عليها قمت. ها. يلا اقرأي كده اقرأي. ها. امر الكلمة اللي بعدها. الله عليك الكلمة اللي بعدها. ها. ها. خلي بلك عليها ايه? فتحة ولا كسرة? اقولها ايه? اخي ولا خاف? ها. الفتحة ببتح ايه? خاف. لا. ببتح بوقي. ببتح ايه? قولي خاف. ها. خاف. ها. ها. كملك كلمة يا امر? خاطي فان. خاطي فان. خاطي فان. خاطي فان. خاطي فان. خاطي فان. تقفولها الحلوة دي. جميلة. نجمة تترمين. محمد. محمد. محمد محمود. تعالى يا امر. ها. يلا بقي بطر انا عزك نقرأ دي. يلا كده قرب منها كده. خاطي فان. خاطي فان. احسنت. الكلمة اللي بعدها. خاشي. 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 اتفضل يا محمد بطر سانة لما محمد يقلص. اقعد انت دلوقتي. احسنت. خاشي يا جميلة. لازم نفكر في الحجة ونجيبها. الكلمة اللي مش مش. احسنت. اقرأ. 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 مشاهدين يا كرام وارجعنا لكم بعد آآ. هذا الفيديو القصير لبعض النماذج المشرفة والمشرقة. آآ. ده فعلا مستقبلنا. مستقبلنا. هذه اطفالنا. ودور آآ. الحضنات يعني يا رب يعني ربنا نسهل حال ونرجع تاني لموضوع تأسيس الأطفال وتربيت الأطفال ده دول مستقبل مصر ومستقبل العالم الإسلامي جميعا ده كانت حضانة أحباب الرحمن بقرية الراهب مركز شبين لكم وحفظة المنوفية ولا ننسى أبدا دور الجميل الدور الممتاز جدا والرائع للأستاذة الفاضلة الأستاذة هند عبد الحي جزاكم الله خيرا وسعدت النهاردة والله بوجودكم معايا وأنا كنت مخصوص جدا وكنت نفسي يعني الحلقة تطول بس يعني نكلم لأستاذ محمد رمضان وإلى أنا ألتقي بكم الحلقة القديمة إن شاء الله تعالى أتركهم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته